بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين تدولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنانة إلهام شاهين بعد اعتزالها لكن سرعان ما تبين أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة من جهتها أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تعتزل الإنتاج السينمائي بعد ما خاضت هذه التجربة عدة مرات وآخرها من خلال فيلم يوم للستات واللي عارض عام 2016 وأوضحت أن هدفها من هذه الخطوة لم يكن الربح من الأساس مضيفة أنا لا أنتج فيلم من أجل تحقيق مكاسب مادية ولكن لخدمة صناعة السينما وتبعت وقالت أنا بحب الأفلام اللي بتناقش القضايا الجريئة والمؤهلة للمشاركة في المهرجانات الدولية وتبعت وقالت لم أجد الفيلم اللي بيرض طموحي الفني وأتشجع لإنتاجه حتى الآن وتستعد إلهام شاهين للعودة إلى السينما من جديد بفيلم حظر تجول واللي هتتعاون فيه من خلاله مع أمينة خليل علاوة على أعمال فنية أخرى لم تكشف عنها بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر